كيف تنعكس على نفسه الظلمات بعدين الإنسان خلق دائما باحث عن الحقيقة فهو دائما يطارد الظلمات في محاولة أنه يعلم هو مش معقول يعني خلق الإنسان يعلم كل شيء لا نيجي لموضوع الظلم الظلم ما هو الظلم له علاقة بالظلمة إذن هو الظلم في حد ذاته لما تضع الأشياء في غير موضعها ونعطي أمثلة كيف ممكن أنا أضع الشيء في غير موضعه في غير موضعه خلينا نأخذ دولا الغربيين الآن اللي بدهم في بلادنا يروجوا لقضية الشذوذ هو الله خلق الذكر والأنثى مشان في النهاية طبعا نتج عن هذا الأبناء والأحفاد والحضارات وكذا وتكاثر البشر وبقاءهم واستمرارهم والخلو من الأمراض والسكن النفسي والتفاصيل كلها وراحوا لي لشذوذ اللي هو وضع الشيء في غير موضعه مش هيك الله خالق شو منتج عنه على ذكرة أيوة منتج عنه ظلمات كثيرة تنتج عنه أمراض اضطربات نفسية دير بالك ما تظنوش أنه الغرب اللي جرب في قضية الشذوذ الآن بيعاني وعلماء الاجتماع عندهم بيكتبوا وقعدين بحذروا من الخطور وانعيار الحضارة مندخل فيه ظلمات تمام ليه ليش لأنه ظلمنا شو يعني ظلمنا وضعنا الشيء في غير موضعه وتعديا هذا من بعض المعاني المذكورة في اللغة